هابدأ كلامي بإنه هقول إنه الحسنة بتعم والسيئة بتخص يعني إيه مثلا؟ مثلا يعني لو مزيع أخطأ ده مش معناه إنه الإعلام أخطأ لو محامي أخطأ ده مش معناه إنه نقابة المحاميين أخطأه لو طبيب أخطأ ده مش معناه إنه نقابة الأطباء أخطأت والوقع الحقيقة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة يعني هي وقعة فردية عشان نبقى متفاهمين من الأول على رغم إن طرفي الوقعة محامي وطبيبة أنا ليه بقولي الكلام ده؟ عشان السوشيال ميديا النهاردة ملهاش كلام أو تعليقات إلا على موضوع اعتداء المحامي على طبيبة في مستشفى الزرقى في ضميات وصفعها بالألم ده بالألم يعني على وشها ده اللي حصل بالزبط كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلاص؟ اللي حصل القصة إنه المحامي الأستاذ المحامي راح المستشفى قسم الطوارئ مستشفى الزرقى في ضميات وكان معاه السيدة والدته المريضة ربنا نشفيها يا رب من شاء الله اللي كان كما قال على لسانه إنها كانت مصابة بجلطة هو قال كده ده كلام الأستاذ جابر وقال إنه الطبيبة جات الدكتورة وعملت إجراءات أو إسعافات لولدته وبعد ما خلصت قالت له أنا رايحة لمرضة تانيين وهرجع تاني بس في مرضة تانيين أنا لازم يعني أشوفهم وأتابعهم فطبيعي لأنه يعني إنها تعمل كده لأنه فيه حالات تانية يعني ده قسم طوارئ وبعدين ده مستشفى حكومي عام يعني أكيد الناس فيها بتروحها كتير لأنها علاجها مجانا والحالات اللي فيها تقريبا يا جماعة أكيد يعني بتبقى في الطوارئ مش أقل أقل من خمسين حالة الأستاذ المحامي جابر رح لها بعد ما سابته وراحت وعملت اللازم لولدته أنا بقول على لسان الراوي ولسه حيكون معايا يعني آخرين لتوضيح الحقيقة اللي حصل إنه إنها بعد ما قامت بالعلاج وراحت على بالما العلاج يعمل مفعوله ويبان وعمل لها أشعة وحصلت مشدة كلامية لأنه رح للممردة وقال لها أنه سيبي المريض اللي معاكي وتعالي عشان والدتي تعبينه فراح كلم هذه الطبيبة اللي اسمها داليا كان ردها عليه أنه قالت له انتظر بعض من الوقت علشان أشوف مفعول الدوة حيعمل إيه ووالدتك حتكون كويسة لأن أنا عملت لها أشعة وطلع ما فيهاش حاجة على القلب فقام المحامي الحقيقة قال لها يعني لفظ وأكاد أكون مخطئة على لسان أطراف الواقع قال لها تعال يا بت وراح مديها بالألم على وشها دي قصة دا الموضوع أنا بقى النهاردة عايز أقول أنه هل ينفع تحت أي بند تحت أي ظرف أي حاجة في الدنيا أنه راجل يضرب ست بالألم على وشها وهل من المعقول أنه حد يتعدى على طبيبة أثناء تأديت واجبها وعملها دا غير مقبول أنا كبسمة وهبة برفض التعدي اللي حصل في شخص الطبيبة بغض النظر عن كونها طبيبة هي امرأة زي هي امرأة زي سيدة مصرية والتعدي عليها دا كان أثناء ممارسة عملها يعني يعني يمكن هي كانت غلطانة أنا معرفش الموضوع مقصرة بس أنا أظن أنه الضرب الألم يعني دا شيء مهين وغير مقبول قالو boy